اشتركوا في القناة وشدد سعدة وزير شؤون الاعلام على ان المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على مدار الساعة لتطورات الفيروس واجراءات مملكة البحرين الاحترازية لمنع انتشاره في البلاد تأتي ضمن حرص سموه ومتابعته الشخصية لضمان توفير كافة الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين بداية نحيي الروح الوطنية للمواطنين والمقيمين اللي عبدوها خلال هذه الفترة في التعاون مع جميع الجهات المعنية الآن هناك فرق تعمل على مدار الساعة تحت اي ظرف او في اي ازمة هناك خطوط دفاع فانا اعتقد خط الدفاع الاول اليوم هو الوعي وعي المواطنين وتعاونهم مع جميع الجهات المعنية راح يساهم مساهمة كبيرة في ادارة اي ازمة تحت اي ظرف ما ننسى بان هناك خط الدفاع الاول كذلك جميع الفرق اللي تعمل اليوم بشكل مباشر مع المسافرين القادمين من الدول الموبوعة هناك فرق طبية تتعامل بشكل مباشر مع القادمين هناك الاخوة العاملين في الجوازات في الجمارك الطيران المدني جميع الجهات العمنية الفريق الطبي الحقيقة ابدى تعاون كبير جدا مع الاجهزة الاعلامية عبر اصدار الكثير من التصريحات اذا تحدثنا من اكتشاف اول حالة حتى المؤتمر الصحفي خلال 36 ساعة كان هناك ظهور اعلامي متميز للفريق الطبي كان فيه شفافية جدا عالية وهذه الشفافية الحقيقة هي محط انظار المجتمع الدولي متابعة حثيثة لجميع هذه الفرق اللي تعمل من سموه للعهد على مدار الساعة فتحية للجميع اليوم اعتقد التعاون هذه يعكس صورة حضارية انتمنى الحقيقة هي فترة ان شاء الله وتعدي باذن الله على خير المؤتمر الصحفي اكد الفريق الطبي بان لله الحمد ليس لدينا اي حالة في البحرين لم يكن هناك اي نقل للعدوى داخل البحرين فقط جميع الحالات اتت من الخارج لذلك الاجراءات اذا كانت مشددة فهي لصالح الجميع حماية هذا المجتمع من دخول هذا المرض للبحرين ولله الحمد تم اكتشافها قبل دخولها او عبورها اي منفذ من منافذ البحرين ما في شك بان هناك حرص من جميع الاجهزة الاخوة في السلطة التشريعية الاجهزة التنفيذية جميعها هناك تنسيق وتعاون لذلك احنا نؤكد بان يجب استسقاء المعلومة من مصادرها عادة في مثل هذه الظروف وفي ظل تواجد السوشيال ميديا تجد الكثير من الاخبار الغير صحيحة لكن يجب على الجميع وجميع الاجهزة التنفيذية ان تكون لها بالمرصاد عبر الرد وتوضيح الصورة ولله الحمد خلال 48 ساعة كانت جميع الاجهزة متجاوبة مع العلام لذلك احنا نؤكد بان جميع المواطنين عدم اعادة رسال الخبر الغير معكد واستسقاء الخبر من الوسائل العلامية الرسمية ولله الحمد ما أبخلت خلال هذه الفترة القصيرة شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر